حياكم الله مشاهدين وياهلا 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 حبابكم ويانا ما زلنا مستمرين معكم في فقرات صباح الشارقة وتمثل الضغوط النفسية تهديدا للطلبة والمعلمين بسبب ما ينشع عنها من تأثيرات سلبية عليهم لحديث أكثر مشاهدين حول مهارة إدارة ضغوطات العمل لدى المعلمين والطلبة يسعدنا استضافة الاستاذ محمد مطار الحوسني خبير التدريب في السعادة وجودة الحياة يا هلو يا مرحبا بكل سيطباحك الله يسلمك وعفيك الضغط المهني أو الضغطات النفسية هي ضغطات تمر أكيد على كل الأشخاص بشكل خاص نركز اليوم على المعلمين وعلى الطلبة وخاصة خلال الفترة التي نعيشها نتكلم في البداية عن مفهوم الضغط المهني بسم الله الرحمن الرحيم الضغط عموما ويمكن الناس تفهمه بطريقة ثانية لكن هو شعور يعني هو شعور ناجم عن عوامل خارجية كثيرة تؤدي بالشخص إلى سلوك سلبي فهو شعور سلبي أصلا يؤدي إلى سلوك سلبي بسلوك عوامل خارجية كثيرة والضغط النفسي دعنا نقول ضغط ناجم مو بس عن زحمة العمل ناجم عن أشياء كثيرة فهو شعور سلبي أكثر كيف ممكن أن يؤثر الضغط النفسي أو الضغط الدراسي أنصح التعبير على العملية التعليمية ككل عموما هو إذا تتكلمنا مثلا عن الطالب نفسه إذا كان نتكلم عن الضغوط على الطالب نعم فالضغوط النفسية بتأدي إلى كثير من الأمور يعني رح تأدي مثلا اللي شي نسميه نحن التسرب الدراسي أن الطالب ما يريد يدرس بتأدي إلى مثلا ضعف التحصيل العلمي ونزول مثلا درجاته نزول مستوى تعليمه بتأدي إلى كثرة المشاكل داخل المدرسة نحن لا نتكلم في الوضع الحالي مثلا كورونا نتكلم حتى في الأوضاع الطبيعية بتكون فيه مشاكل كثيرة داخل المدرسة في علاقاته مع طلاب في علاقاته مع مدرسيين علاقاته مع الإدارة هذه كلها وأسباب وامور كثيرة أخرى بيأدي إليها ضغط النفسي الدراسي نسميه نعم أستاذ محمد نتكلم عن إدارة الوقت أعتقد أن إدارة الوقت من المهارات المهمة في مسألة مواجهة وتخطي الكثير من العوائق والمشكلات صحيح؟ نعم هذا صحيح وإذا نتكلم نحن عن إدارة الوقت كمفهوم أو نحن حتى كخطوات نعم بالنسبة للعملية التعليمية هي نفسها مثلا للمدرس وللطالب نحن نبدأ أول شي بتحديد الأولويات نعم الأولويات هي أهم شيء فمن أسهل الطرق في تحديد الأولويات اللي نسميه مربع إيزنهور اللي يقسم الأولويات إلى أولويات مهمة وغير مهمة عاجلة وغير عاجلة فتتقسم إلى أربع أقسام فلو وزع الطالب مثلا مهام اللي عنده على الأربع مربعات بيطلع في النهاية بالأشياء اللي هي لازم يركز عليها ولازم يركز على الأشياء العاجلة والمهمة ويركز على الأشياء الغير عاجلة لكنها مهمة نعم ويستثني الأشياء الغير مهمة كلها يعني سواء عجلة أو غير عاجلة بهذه الطريقة هو يقدر يحصل الأمور المهمة في حياته سواء المواد المهمة سواء الأختبارات المهمة الأشياء المهمة نعم بعدها يبدأ يقسم هذه الأعمال على جدول زمني جميل وبعدها يبدأ يحولها إلى تنفيذ يعني ما يكون الجدول معقد يكون جدول بسيط مرن سهل بحيث أنه ما يضايق لما يبدأ ينفذ أكيد خلال الفترة اللي نحن نعيشها أستاذ محمد تغيرت الحياة وأصبح التعليم عن بعد اليوم وأعتقد أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأسرة صح التعبير وبشكل خاص للأم لأنها تتابع الطفل بشكل كبير أو حتى الأب في المنزل فنتكلم عن هذه المسؤولية مسؤولية أن حتى الأهل يرتبون جدول معين نشاط ربما يكون خارجي للترويح عن النفس ربما يخفف أو يقلل من الضغط المهني والنفسي لدى الأطفال صحيح قسمنا الأطفال إلى قسمين نعم قسمنا أطفال الصغار مثلا اللي هم بالصف الأول والثاني والثالث والرابع وقسم لهم الأطفال الأكبر فالصغار عادة أن الأهل هم يدخلون شوي يساعدون يعني في العملية التعليمية اللي عم بعد يجلسون معاه يساعدون كثرة كثرة يعني متابعة الأهل للطفل يمكن هي ضايقة شوية يبدأ يضايق من التعليم ويبدأ يتكل عليهم وهذا مو بشي صحيح وكثرة أهمال أو تركب الكامل أيضا مو بصحيح لأنه سيبدأ يسحب ويترك ويلعب وكذا فمسؤولية الأهل يوازنون بين التعليم في البيت ومساعدة وبين أنهم يطلعون في أنشطة خارجية بحيث أنه يحس بالتغيير لأن سابقا هو في المدرسة يلعب مع الأطفال يركض كذا هو في تغيير أصلا الآن طول الوقت في البيت وجالس أمام شاشة فهذه العملية بالذات الأطفال الصغار متعبة مرهقة لهم فلازم يكون فيها توازن يكون فيه أنشطة أفانية خارجية نعم أستاذ محمد أبا يركز وصلت الضوء على المعلمين المعلمين يعطيهم الصحة والعافية ووجه لهم تحية يبذلون جهود كبيرة ممكن للمعلم أن يكون أب كذلك وله أسرة ومسؤوليات كبيرة وكذلك للمعلمة يمكن أن تكون أم وأخت كبيرة لها كذلك مسؤوليات كثيرة تكلم عن الضغوطات التي تواجه المعلمين كيف يمكن أنهم يواجهون هذه الضغوطات ويتخطونها بعد نعم إحنا إذا تكلم عن الضغط عموما وبالذات بالنسبة للمعلمين فإحنا قلنا الضغط شعور سلبي الشعور هذا ما يبس من مثل ما الناس تفهمه أن أعمال أو مهام كثيرة ووقتك صير الضغوط تأتي من أشياء ثانية بعد يعني قد ما يكون عندي مهام كثيرة المعلم ما عنده مهام كثيرة لكن قد يكون عنده مشاكل أسرية قد يكون عنده مشاكل مالية يكون عنده مشاكل ثانية هذه كلها تأدي إلى نفس الضغط نفس الشعور فالمعلم عليها كثير من الضغوطات نضيف لها الضغوط اللي في المدرسة فكل هذه الضغوطات كلما كان الضغط على المعلم أكثر كلما قل أطاعه للطالب وكلما صار الضغط أيضا على الطالب وإذا زال الضغط عند الطالب يصير ضغوط أيضا على أسرة الطالب فالعملية هذه مؤثرة على الثلاثة جميعا المعلمين من أصل العملية التعليمية مرهقة يعني من أصل نعم في كل مكان في العالم مهما حاولنا نحن نبسطها ونخففها تظل أيضا متعبة فالأصل أنه يتعاونون وليال الأمور مع الطلبة مع المعلم إذا صار تعاون بين الثلاثة هذا سيخف الضغط على الثلاثة على الثلاثة مركزت على نقطة جدا مهمة أستاذ محمد وهي نقطة التواصل اليوم بين أولياء الأمور وكذلك الطلبة والمعلمين للحفاظ على سير العملية التعليمية بنجاح وكذلك التخلص من القيود والضغوط النفسية ممكن أن تواجه الأطفال المعلم أستاذ محمد اليوم يتعامل مع كافة الحالات وكافة الفئات الطفل المطيع الطفل العنيد الطفل المتردد وغيرها من الحالات الأخرى بالنسبة للتعليم عن بوت كيف يمكن للمعلم أن يتخطى هذه الصعوبات أو التحديات لأنه يواجه الكثير والعديد من المشكلات التي ممكن أن تواجه كذلك الأطفال أو الطلاب صحيح هو المعلم أنا كنت حتى في مرات كانت لما تصير دورات في وزارة التربية أكلمهم عن موضوع مهم جدا للمعلمين الذي هو تعلم أو فهم أنماط الشخصيات نعم كثير من طبعا الطلاب بشهر فهم يتكونون من أنماط مختلفة من الشخصيات والمعلم لازم يتعامل مع كل هذه الأنماط صحيح فإذا فهم نمط شخصية كل طالب رح يفهم أنه مثلا هذا التصرف والسلوك من هذا الطالب طبيعي بالنسبة له شخصيته ما ينفع أن جميع الطلاب يكونون هادين ما ينفع أن جميع الطلاب يكونون متحمسين ما ينفع جميع الطلاب أنهم يكونون مبادرين مبشرط يعني فهم أنواع مختلفة وكل واحد له سلوب وطريقة في التعامل فإذا فهم هذا الشيء المعلم بيتقبل الجميع وإذا تقبل الجميع يقدر يتعامل مع الجميع بسهولة لكن إذا ما تقبلهم يتعب معهم والطالب يتعب مع المعلم وتبدأ هنا الإشكاليات تصير وتحديات تصير فهذه من الأشياء المهمة فهم المعلم لأنماط الشخصيات للطلبة التي لديها بالتالي سهل أن يتعامل معهم هذا الشيء مهم أعتقد أن لابد كذلك أستاذ محمد أن نركز على جانب مهم الذي هو ثقافة الحوار ما بين أولياء الأمور والطلبة لابد أن الأب أو الأم أنهم يفتحون المجال للأطفال أنهم يعبرون عن أفكارهم عن ثقافتهم عن نفسيتهم والحوار بشكل كبير وشكل مستمر يساهم بشكل كبير في التخلص من الضغوطات كذلك يتكلم عن هذه النقطة نقطة الحوار بين مثلا ولي الأمر والأب والأم وبين الطفل مهمة من البداية حتى من عمر صغير يبدأ الطفل يتكلم الحوار يسهل على الطفل أصلا الكلام ويجعله متحدث في وقت مبكر الحوار يجعل الطفل صاحب ثقة عالية بنفسه فهو يتكلم بأخطاء لا يوجد مشكلة خاصة لما الأب والأم يتقبلون أخطاء يبدأ يعترف لهم بكل شي ويقولهم أنا أخطأت بالشي الفلاني أعملت الشي الفلاني وسهل أن الوالدين يوجهون توجيه صليم لكن إذا لم يكن حوار صعب جدا أنهم يحلوا مشاكل صعب جدا أنهم يوجهون لا يتقبل منهم صحيح الحوار من البداية يحل مشاكل كثيرة وهذا مهم بين الأمر بين الطفل ومهم كذلك الحوار بين المعلم وبين الطفل صحيح مهم جدا إذا ما في حوار ما في علاقة إذا ما في علاقة ما يتقبل الطفل والمعلم سيتعلم مع الطفل أو مع التلميذ فهذه من الأشياء المهمة أنك توجه الأطفال وعفوا الأولياء الأمور والمعلمين إلى استخدام أسلوب الحوار أسلوب الحوار جدا مهم حتى يعطي ثقة للطفل ثقة بنفسه عالية وشو عن التشجيع والتحفيز كيف ممكن نشجع ونحفز الأطفال خلال هذه الفترة ربما يواجهنا الكثير من الصعوبات في مساءلات التعليم في مساءلات مثلا فهم أي مادة من المواد المقررة وغيرها من الأشياء الأخرى غالبا يعني الأطفال قدراتهم أعلى مما نتخيلها نعم لكنهم ما يستخدمون القدرات كلها لأن ما في عنده دافع بعض الأحيان أن يستخدمها فأحنا نركز مثلا في مكافآت تنفع أنها تعطى للطفل ومبشرط المكافأة تكون مادية بعض الأحيان طلعة بعض الأحيان تعطيه استخدم جهاز بعض الأحيان تعطيه هذه المكافآت لا تكثر منها لكن نركز على الأشياء الصعبة عليه يعني مادة صعبة عليه أو مادة هو يقول أنها صعبة عليه أو يقول لي ما أقدر أحفظ يقول لي أنا ما أقدر أقرى الشيء الفلاني أقول لي خلص أنا إذا قريت هذا وخلصت خلال الوقت الفلاني أنا أعطيك مثلا تلعب على الإيباد أنا أعطيك مثلا نطلع معاي اليوم نصير المكان الفلاني كذا كذا شوفي كيف رح تطلع كل طاقاته يعني للأسف بعض الأسر يعني قلنا لبعض عندهم أسلوب التوبيخ والزعيج وصراخ وما يسمعون الطفل متى نحن نقدر أننا نستخدم هذا الفن وفن الأنصاط والاستماع ونسمع الطفل كثر شخص ممكن أن يجيسك أنت كأب ولا كأم أنك إنسان منصد الطفل والسبب أن الطفل نعم لما يتكلم هو ما يقدر الحالة أنت فيها هو يتكلم في أي وقت فإذا كنت أنت شخص تريد أن يجيس نفسك أنك أنت صاحب استماع أو صاحب أنصاط دعنا نقول والأنصاط له ست مراحل أول مرحلة الاستماع نعم وبعد ما تسمع تفسر اللي هو التفسير طبعا هذا كله يصير في جزء من الثانية نعم والمرحلة الثالثة اسمها الاستيعاب لما تدرك تقول أيوة نعم فهمت عن شو قاعد يتكلم والتي المرحلة الرابعة اللي هي التذكر أنك تذكر كل شيء عن هذا الموضوع اللي قاعد يتكلم عنه والتي المرحلة الخامسة اللي هي التجهيز للإجابة والمرحلة السادية للإستجابة هذه المرحلة كلها اسمها أنصاط الطفل يعرف إذا أبو منصط أو أمه منصط أو لا يعرف نعم بالفطرة ويقول أنت ما تسمعني تقول لا أنا أسمعك شو المشكلة صحيح أنت ما تسمعني الطفل جدا ذكي في هذا الشيء نعم فلا تحاول أنك تخدع الطفل لأنه ما يخدع نعم وإذا علمت الطفل أنك ما تسمعه أو ما تنصط له الطفل ما رح ينصط بعدين لأحد لأنه ما تعلمه منك مهما كان وضعك صعب مهما كنت أنت الآن مضغوط أو مشغول أو كذا يعني أرجو من الآباء والأمهات أنه لما يطفل يتكلم اسمع صحيح اسمع لأنك بتخرج لنا القائد القائد رقم واحد لنصفاته أنها منصط منصط يسمع مهما كانت المشكلة فهذا الشيء مهم يعني نعم نرجع للضغوطات النفسية أكيد للضغوطات النفسية أسباب كثيرة كأم وكأب اليوم كيف يتعرفون على هذه الضغوطات وكيف يعرفون أن ولدهم يمر في ضغط نفسي وكيف يتعرفون على أسباب الضغط النفسي وكيف يتعاملون وكذلك مع الأسباب علشان يوجدون الحلول صاحب الضغط النفسي عادة يكون شخص عصبي نعم عادة يكون الشخص متوتر عادة يتكلم بعصبية ما يتحمل كثير الطفل يصيح يبجي يعني بسرعة على موقف ما يستحق فأنتم تستغرب تقول ليش الموقف ما يستاهل هو مو عشان الموقف هو الآن في ضغط نفسي صحيح فبهالتالي يعبر بهذه الطريقة هذه كلها ظواهر تبين لك أن الطفل الآن أو الطالب يمر بضغط نقعد بعدين نبغي نعرف شو السبب فلما نجلس معه نسأله نقول له أنت مضايق صح مثلا المادة فلانية صعبة لك المدرسة الفلانية قالت لك كلمة غلط مثلا في طالب قال لك شي في شي نبدأ نسأل 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 بجاوب ويبدأ يتكلم إذا بدا يتكلم نستمع لأب الكامل لا نحكم عليه صح وخطأ أعطاه مجال يتكلم فإذا بدا يتكلم وبدا يعبر وبدا يقول عن شو عنده شو مشكلته شو كذا ساعتها نبدأ بالحل فهذه هذه مهمة جدا يعني مرض الضغط النفسي بعض الأحيان إذا الطفل ضغوط نفسية مو من المادة نعم من شخص معين متأذي من شخص متنمر عليه طفل ماذن كذا فتلاقيه يعني يضايق وصيح ويزعال وما يتحمل أي كلمة ما يتحمل أي هذا الشيء يكشف لك أن الطفل يمر بضغط نفسي صحيح سيدة محمد نصيحة خيرة نوفا هامونك توجهها لكل ما يتابعنا في هذه اللحظات من أهم من الأمور أن الأب والأم والمعلم يعرفون أن هم ثلاثي يشتغلون مع بعض العملية التعليمية عبارة عن ثلاث أشخاص نعم فما ينفع أن الأب والأم يلقون بالعبء بالكامل على المعلم وما ينفع أن المعلم يهمش مثلا الأب والأم لا يدرون عن شيء وهو اللي يتعامل فقط معه مع الطالب هذه نقطة وايد مهمة تحل كثير من المشاكل نحن للأسف بعض الأحيان نتجاهل مثلا اللي هي اليوم أو لقاء المعلمين أو لقاء المدرسي اللي يدعون فيه الطالب نتجاهل بعض الأحيان بعض الأحيان نشغل لكن هذا اليوم من أهم الأيام يوم واحد لكن يكشف لك كثير من الأمور كل مؤلم يعطيك ملاحظاته خاصة في فترة ما بعد كورونا إن شاء الله حتى قبل كورونا كان أن في أمور كثيرة غير العملية التعليمية في أمور تربوية في أمور أخلاقية ما تنكشف لك أنت لأنها موجودة عند الطفل فيكشف لك يا أهل معلم وأكثر من معلم عندك فأنت عندك تقريبا خمسة أو ستة معلمين يعني كلهم هذي عبارة عن يعني خلنا نقول أجهزة رقابية على طفلك نعم يكشف لك أمور كثيرة وهذه مهمة لك للأب والأم هذه أنا يعني أبغي أبغي أوصلها للمشاهد أن العملية التعليمية ثلاثية ولازم الثلاثة يتعاونون أكيد هذا أكثر شيء مهم يعطيك الصحة والعافية أستاذ محمد نحن شاكري لك في وجدك معنا اليوم في استيديو صباح الشارقة شكرا لك حياك الله إذن مشاهدينك كل الشكر والتقدير مرة أخرى لأستاذ محمد مطر الحسني خبير تدريب السعادة وجودة الحياة على هذا الحضور وهذه المعلومات القيمة والنسبة